السلام عليكم اصدقائي ازايكم عاملين ايه? انهاردا ان شاء الله هاشرخ معكم اول مصدر للتعلم الماتلاب اللي هو موقع ماتلاب اكاديمي الموجود على موقع ماسورلس.com انا هاشرخ الطريقة اللي انت تعلم تتعلم منها من الموقع اله وازاي تسهل على نفسك. اول حاجة انت بتفتح الموقع بتاع الماتلاب اكاديمي هاسبه لك في الديسكريبشن تحت اللي هو ماتلاب اكاديمي دوت ماتلاب بيجيب لك بتاع الكورس بتاعك. تمام? انت واقف لحد فين اخر حاجة وافتعانها وتقدر تكمل في اي وقت. طيب اه عندك هنا الخمس كورسات زي ما قلنا اول واحد ده بيديك يعني البدايات والاساسيات بتاعت الماتلاب. انت بتدوس هنا او في الاول بيجي لك كلمة لانش زي دي. وفي قبل ما تبدأ انا عايزك تعمل حاجة تسهل عليك. ادينا شوية. اه بالنسبة للانجليزي اللي عم وقعم الصعب بس لو انت في جملة مسلا مش فاهمها او عايز انت وانت في وسط الكورس ما تقعدش الترجم. حاجة اوتوماتيك تترجم لك الكلام. ممكن تعمل بتاع جوجل ترانسليت ده. بتكتب عادي جوجل ترانسليت اكستنشن. كده جوجل ترانسليت اكستنشن. وتعمل له داونلود ورن والكلام. تمام? وبنهم هو بينزل في الاخر كده. هتيجي في هتعمل ايه? هتعمل كريك هتخليها عربي. 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 تمام? بس. ودي تاني اختيار. هيتم معمول لك تاني اختيار لوحدة. وتسايف. دي هتخليك تعمل اي? ان انت اول ما تحدد اي جملة انجليزي. في اي حتة. يعني مسلا في الكورس لكده. بيقول لك. تمام? هتعلم عليها كلها كده. الاتوماتيك هتظهر لك الترجمة بتاعتها. احتوي هذا النص البرمجي المباشر على نص منصك ورمز وفواسة المقطعية. في هذه الدورة صلى ضمن البلنامج النصية الرؤوس المهام لتوضيح المكان لازي يجب ان تدخل فيه التعليمات البرمجية الخاصة بك. كده يتيح لك ان انت تترجم اي جملة وانت في الكورس شغال. ما يعني مش محتاج تروح لصفحة تانية وتنقل الكلام وتشوف الترجمة وترجع تاني وكده. تمام? ده هيسهل عليك لو انت عندك مشكلة في الانجليزي او في جمل صعبة بالنسبة لك محتاج تترجمها على طول. دي الاسهل طريقة. بتقود تكمل بتبدأ بيفتح عندك اوتوماتيك الصفحة اللي انت واقف عليها. انت مسلا خلصت اه في اول كورس اللي هو ده عبارة عن الكورس ده بيقول لك ان هو ساعتين. تيجي تشوف الكورس الاولان انه خلصت الحمد لله اول آآ جزئين. انا في التالت دلوقتي. هو طول الكورس ده كله الخمستاشر جزء ده بيخلص في ساعتين بيقول لك ممكن توقف في اي وقت وتكمل في اي وقت. اه وفي فيديوهات في كل جزء بيوضح لك شوية حاجات. والحلو في الكورس ده ان هو بيعمل ايه? ان هو بيمشي معاك خطوة بخطوة يعني وبتطبق وانت معايا يعني بيقول لك مسلا ابدأ سكريبت كونتينز فورمات التكست. هنا في السكريبت ده بيقول لك. اعمل مهمة معينا. بيقول لك ران دلسكريبت. بيقول لك ران كده. تمام? عشان يظهر الحاجات دي. اه بيقول لك بيقول لك عدل بعدين عدل الامر. طيب انا كنت عايز ابدأ معكم المهمة دي متأولها علشان ما تبقاش اه عشان تبقى اواخد بالك من الموضوع احنا بنعمل ايه? بس المهم هو الاول قنطالب مني ان انا ادخلها بقيمة تلاتة. بعدين اه ادخل قيمة باللي هي في ار سكوير. ار اس التاني. تمام? اه هو بيقول لك بعد كده انا عايزك تزهر تعمل عشان يزهر. وبعدين عايزك تعمل بتاع تاسكوان. عايزك تخليها بنص بدل تلاتة. هنعدلها هنقول لك ازاي. ممكن تيجي عندها كده وتعمل زيرو بوينت فايف تمسح التلاتة. وعدلت وتعمل تاني. هتبقى الار اتعدلت. والتغيرت برضو. عشان هي معتمدة عن الار. تمام? وتعمل في الاخر يخش لك على يقول لك انت عملت اه اللي مطلوب اه صح وغيرت الار والتغيرت فعلا. تمام? اه بتعمل المهمة اللي بعديها بيقول لك على ايه موضوع تاني جديد تعمله وكذلك. ولو في حاجة غلط هو بيوقفك يقول لك اللي غلط فين وعيد عملها تاني. دي احلى حاجة في الكورس ده اللي على الموقع بتاع ماتلاب اكاديمي ان انت بتطبق عملي خطوة بخطوة. ما فيش حاجة بتقف منك. وبيبدأ معك يعني من الاول خالص فاول حاجة بيبدأ معك بيقول لك دخل قيمة الاكس بخمسة. بعدين دخل قيمة الار باتنين كده. طيب اه مهم جدا تعمل الكورس ده الانلاين. هيساعدك جدا. ولو في اي سؤال اكتبه في الكومنت تحته انا هرد عليك ان شاء الله. وحاول تخلص اه اول كورس اونلاين بداع علشان لما نيجي نحل امتحانات تبقى معي على الخطوة ايه. ما فيش حاجة تقف منك وانا بشرح حلول الامتحانات ان شاء الله. طيب دي اه كان اول مصدر للتعلم انا يعني حبيت اشرحه بالتفصيل وازاي تسهل على نفسك. اه ان شاء الله الفيديو اللي جاي هتكلم عن المصدرين التانيين ازاي تثبت منهم اللي هو موقع جامعة بريطانية اسمه دوت كوم. ومن اه قنوات اليوتيوب زي قنوات باشمانس هاشم وزي القناة دي. شكرا جدا شافكم في الحلقة الجاي ان شاء الله.